على خلفية تصويت البرلمان الألماني على قانون يعترف بإبادة الأرمن في عهد سلطنة العثمانية استدعت تركيا اليوم سفيرها في برلين وشنت هجوما عنيفا على شريكها الأوروبية الأول هل تمثل هذه الزوبة الدبلوماسية مجرد حدث عابر أم بداية توتر مزمن؟ كيف يمكن أن تفرط أنقرة في آخر أصدقائها الأوروبيين وهي الطامحة إلى دخول فضاء القرى العجوز بقوة ودون تأخير؟ معنا من إسطنبول أستاذ العلوم السياسية في جامعة إسطنبول الدكتور سمير صالحة وينضم إلينا بعد قليل من باريس الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي أهلا بك سيد سمير صالحة إذن ربما لن أزيد على الأسئلة التي وردت في هذه المقدمة هل ترى بأن في هذه الزوبة الدبلوماسية مجرد حدث عابر أم أن الأمر جدي حقيقة؟ يعني الموضوع الأرمني بالنسبة للأتراك كان دائما موضوع جدي لناحية اتخاذ ردود فعل حيال الدول التي تقدم على برلماناتها على اتخاذ قرارات أو إصدار قوانين بهذا الشكل لكن المشكلة هي أن تركيا الآن كيف ستتصرف مع ألمانيا هذه العقدة برأيه لأن حجم التقارب التركي الألماني كما تعرفين تجاوز المسائل التجارية والاقتصادية إلى تنصيق سياسي في الأشهر الأخيرة إلى حتى تنصيق استراتيجي في التعامل مع موضوع مسألة اللاجئين وصدور هذه الاتفاقية في مارس أذر المنصرم والآن في التعامل مع الملف السوري إذن فعلا هناك قرارات صعبة ينبغي اتخاذها في أنقرة إذا ما كانت سترد على هذا القرار الألماني الأخير ولكن أنت تعرف بأن تركيا استغلت كما يقول البعض في الفترة الماضية أزمة اللاجئين للاستفادة والانضمام للاتحاد الأوروبي هل يمكن أن تضحي أنقرة بكل المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية بسبب هذا التطور من برلين يعني إذا ما تبعنا مواقف القيادات السياسية التركية في الساعات الأخيرة هم يصيرون على أنهم سيتعاملون مع المسألة بعقلانية وواقعية ودراية لن يكون هناك ردود فعل فورية أولا سيتم درس ما صدر عن البرلمان حيثيات القانون الأسباب في ذلك وبعد ذلك سيكون هناك ردد فعل لكن بن علي الضريم رئيس الوزراء قال أيضا أنه سيكون هناك رد حقيقي ودون أي تردد إذا ما ثبت أن هذه المسألة تستهدف تركيا وتستهدف ولها بعد سياسي ضد تركيا بالدرجة الأساسية الأخطر من ذلك أنه مثلا توقيت صدور هذا كما تعرفين هذا القرار عن البرلمان الألماني في هذه الفترة تحديدا نقطة ثانية تواجد الرئيس الأرميني في نيسان المنصرم في ألمانيا في برلين كلها الآن مسائل بدأنا نوقشها في تركيا واحتمالات أن يكون هناك حسابات ألمانية متعددة رافقت صدور هذا القرار من قبل البرلمان الألماني ما هي أشكال الرد المتوقعة من أنقرة على هذا القرار الألماني من البرلمان يعني أظن النقطة الأولى الآن هي استدعاء كما ذكرت أنت أيضا استدعاء السفير التركي في برلين لكن على الأرض سيكون هناك تحركات فعلية قانونيا أولا هناك أكثر من علامة استفهام أو استغراب لدى الأتراك حوله كيف تقدم ألمانيا على إصدار قانون من هذا النوع وهي جزء من اتفاقية عام 1954 الصادرة عن الأمم المتحدة ببعد القانون الدولي الإنساني والتي تترك موضوع مسائل المجازر إلى المحاكم الوطنية أو إلى المحاكم الأممية المتفق عليها نقطة أولى نقطة ثانية قانونيا تنتقدها أنقرة وأظن في الأيام المقبلة ستكون في قلب النقاش أيضا أنه لماذا لم تعب ألمانيا بقرار المحكمة السويسرية أو عفوا محكمة العدل الأوروبي المتعلق بمحكمة وطنية سويسرية حول مسألة المجازر هذه أيضا مسألة ستكون في قلب الحدث في الأيام المقبلة دعني دكتور سمير صالحة أشرك في هذا الحوار أيضا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي مسأل خير دكتور العلي كيف برأيك ستتصرف تركيا مع قرار البرلمان الألماني خصوصا وأن العلاقات بين البلدين شهدت تقاربا كبيرا اقتصادي وسياسي في الفترة الماضية أهلا بك فضيلة ومساء الخير أعتقد أن تركيا لن تتجاوز في ردة فعلها على مصادر اليوم عن البرلمان الألماني حدود ما هو متعارف عليه الشجب والاستنكار وربما استدعاء السفير لكن ليس أكثر من ذلك كما ذكرت العلاقات ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام وألمانيا على وجه التحديد هي علاقات متشابكة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي خصوصا بعدما توقعه أخيرا من انتفاقية ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأزمة اللاجئين ولكن القرار الألماني بحد ذاته يعيد مرة أخرى النقاش سواء على المستوى الاوروبي أو حتى على المستوى التركي حول العلاقات الاوروبية التركية التي لها أكثر من بعد والتي هي بحد ذاتها فضيلة هي علاقة إشكالية فمن حيث الشكل هذه العلاقات تبدو جيدة دول أوروبية كثيرة وتركية شركاء في حلف الناتو هناك تقارب قديم وتاريخ ما بين تركيا والدول الغربية بشكل عام ولكن من حيث المضمون الحقيقة يبدو أن هناك خلافات جوهرية وأساسية سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية التركية حيث لدول الاتحاد الأوروبي طبعا ومنها ألمانيا ملاحظات كبيرة فيما يتعلق بحرية الصحافة بحقوق الإنسان أو حتى فيما يتعلق بحل الأزمة الكردية أيضا في سياسة تركيا الإقليمية يبدو أن هناك خلافات إذا ما طرحنا السؤال البسيط التالي فضيلة هل علاقة تركيا مع الغرب عموما تشبه علاقة إيران مع الغرب باعتقادي من حيث الشكل علاقة تركيا أفضل لكن من حيث المضمون وفي عمق القضايا المطروحة في الإقليم فإن إيران تبدو أقرب هناك تنسيق معها في العراق هناك تفاهم فيما يتعلق بكثير من القضايا ولكن لو سمحت لدكتور العلي لا يمكن أيضا إنكار مكانة تركيا خصوصا إذا تحدثنا عن الاتفاق الأخير بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالنسبة للاتحاد الأوروبي تركيا مهمة جدا لوقف تدفق اللاجئين ولذلك تم تسريع بعض الإجراءات المتعلقة بأوجه استفادة تركيا الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي ما رأيك؟ ما ذكرتني فضيلة صحيح تماما لا شك بأن الاتحاد الأوروبي شعر خلال السنة الماضية خصوصا بحاجته الماسة إلى تركيا باعتبار مسألة اللاجئين وباعتبار أن تركيا تشكل جزء من أمن أوروبا وبالتالي يمكن الاعتماد عليها ولكن الحقيقة فيما يتعلق بتقارب تركيا مع أوروبا في احتمالية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أعتقد أن الأمر ما زال بعيدا وبعيدا للغاية بغض النظر عن البريقراطية التي يتم التذرع بها البريقراطية الأوروبية ولكن في عمق الطبقة السياسية الأوروبية هناك رفض كبير لانضمام تركيا للدول الاتحاد الأوروبي حتى فيما يتعلق برفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك في دخولهم لدول الاتحاد الأوروبي هناك معارضة كبيرة خصوصا من دول شرق أوروبا وبالتالي أوروبا في سياستها تجاه تركيا ليست على قلب رجل واحد هناك خلافات ما بين الدول الأوروبية لا بل يمكن القول أنه داخل كل دولة أوروبية هناك أحزاب خصوصا أحزاب اليمين واليمين المتطرف تعارض بشدة التقارب مع تركيا وهناك على صعيد الرأي العام رفض لدخول تركيا لدول الاتحاد الأوروبي باعتبار تركيا الإرث التاريخي ما بين أوروبا وتركيا ما زال حاضرا في الوجدان وفي العقل الجمعي الأوروبي وبالتالي كما تعلمين ساركوزي عندما كان يحضر للانتخابات اعتبر واستخدم قضية انضمام تركيا كقضية أساسية في حملته الانتخابية وهو يرفض ذلك وبالتالي اليمين الوسط واليمين المتطرف باعتقادي أنه ما زال يرفض ذلك لا بل أن الرأي العام في العقل الجمعي يرفض دخول تركيا للاتحاد الأوروبي دكتور سمير صرحة ما الذي يمثل برأيك أولوية الآن وحاليا بالنسبة لأنقرة قضية الأرمن أم الانضمام وتسريع إجراءات الانضمام للاتحاد الأوروبي يعني إذا ما تبعنا مواقف القيادة السياسية التركية أظن مسألة الأرمن الآن ستضغى على بقية الملفات حتى لو كانت هذه الملفات لا علاقة مباشرة بالمصالح الاتصادية والتجارية بين برلين وأنقرة لماذا؟ لأنه الذي صدر عن البرلمان الألماني اليوم لا يعني فقط مسألة ذكرة في البيان حول مجازر عام 1915 ضد الأرمن بل هو للمرة الأولى تحدث عن مجازر الضاقليات مسيحية في هذا القرار وهذه نقطة جديدة بالنسبة لمناقشة هذه المسائل الحساسة لماذا برلين تدخل في نقاش من هذا النوع تحاول أن تقحم السوريان أيضا في هذه المسألة أين المستندات؟ أين الوثائق؟ هذا ما ستريده تطالب به عنقرة الآن الحكومة الألمانية على أي أساس أصدرت هذا القرار نقطة أولى نقطة ثانية أظن سيكون سيناريوها طبعا ليستنا متأكدين فقط مجرد طرح أنه احتمال أن تكون برلين مثلا أمام الضغوطات الكثيرة من الداخل والخارج تريد أن تتخلى عن اتفاقية اللجوء وهي وجدت فرصة مهمة في موضوع الأرمن اليوم وبهذا الشكل ستتزاور العلاقات التركية الألمانية وتسقط الاتفاقية اللاجئين مرة واحدة احتمال الثالث أيضا أن يكون الموضوع مرتبط بالنسبة لألمانيا في موضوع سياسة تركيا في قرباغ في ملف الأرمن الأذري كما تعرفين أيضا قد يكون قرار اليوم مرتبط مباشرة بهذه المسألة ولذلك ألمانيا أقدمت على هذه الخطة بالتنصيق مع ياريفان مباشرة كلها الآن قراءات ستتابعها برأي أنقرة عن قرب وسيكون هناك برأي نتيجة لكن في نهاية رأي الشخصي العلاقات ستتداور حسب ما سمعناه وقرأناه سواء كان على ضوء القرار الصادر عن البرلمان الألماني أو على ضوء ردود الفعل التركية التي تعد لها أنقرة ردود ألمانيا دكتور العلي على ما قام به طبعا البرلمان وطبعا جاء في أحد الردود السياسية بأن ألمانيا لا تهدف لمحاكمة تركيا ولكن فقط تسعى لمسح الغبار عن الماضي الأليم لشعب الأرمن وأيضا تحديد المسئوليات هل ترى الخروج بهذا الرد يمكن أن يلين الأجواء التي تلبذت بغيوم التوتر؟ باعتقادي أن هناك بعدين فضيلة لما اتخذ اليوم في البرلمان الألماني البعد الأول وهو بعد داخلي كما تعلمين فإن إنجيلا ميركل واجهت الحقيقة معارضة على امتداد السنة الماضية وخصوصا منذ شهر أكتوبر 2015 حتى الآن معارضة لسياستها اتجاه موضوع اللاجئين وبالتالي باعتقادي أنها استخدمت موضوع الاعتراف بمذابح الأرمن كورقة من أجل شعبيتها من أجل ربط أحزابها أو أعضاء أحزابها الذين بدأوا يعترضون على سياستها وبالتالي هناك بعد داخلي لا يمكن التغافل عنه أما فيما يتعلق بسياستها اتجاه تركيا والعلاقات ما بين البلدين باعتقادي أن المسألة سوف تأخذ فترة من الزمن في حالة من الفتور ولكن سواء دول الاتحاد الأوروبي أو تركيا كلا الطرفين يحتاجان إلى بعضهم البعض شخصيا لا أتوقع أن نرى تدهورا كبيرا في العلاقات فتركيا بحاجة ما سأل أوروبا في ملفات شائكة بالنسبة لها خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية اتجاه سوريا الذي لا توافق عليه تركيا وهناك أطراف أوروبية لا توافق على هذه السياسة وبالتالي هي بحاجة إلى التفاهم مع أوروبا لتشكيل ما يشمل الجبهة حاجة أيضا أوروبا لتركيا لا تقل عن حاجة أنقرة أيضا لأوروبا تركيا كما يقول البعض تمسك بملف وورقة مهمة تمسك أوروبا من اليد التي تؤلمها قضية اللاجئين قبل قليل دكتور سامير صالحة توقع أن تسقط اتفاقية اللاجئين ماذا تتوقع في هذا الشأن دكتور العلي لا أتوقع أتوقع بالرغم من أن اتفاقية اللاجئين في الحقيقة تترنح في هذه الفترة ولكن باعتقادي أنها سوف تصمد لحاجة كل الأطراف إلى بعضها البعض صحيح أن ما تم التصويت عليه في البرلمان يشكل رسالة سلبية إلى القيادة التركية ولكن باعتقادي أن تركيا لن تذهب بعيدا في ردود فعلها لأنها تدرك حاجتها المسا إلى دول الاتحاد الأوروبي ليس فقط الحاجة الاقتصادية والحاجة السياسية وإنما الحاجة الأمنية والدفاعية دول في الاتحاد الأوروبي هي أعضاء في حلف الناتو هناك علاقات عسكرية هناك أزمات الآن تحيط بالتركية ولا أعتقد أن تركيا بحاجة إلى فتح جبهة أخرى عليها مع جبهة السورية حيث هناك تهديدات كبيرة للأمن القومي التركي هناك أيضا الملف الكردي يتفجر الآن في الساحة التركية هناك علاقات سلبية مع إيران وبالتالي هناك أزمات كبيرة تعاني منها تركيا وباعتقادي أنها ليست بحاجة إلى أزمة أخرى مع الاتحاد الأوروبي لا شك سوف تكون هناك ردود فعل سياسية غاضبة من قبل الساحة الأتراك ولكن لن تذهب بعيدا إلى على سبيل المثال إلغاء اتفاقيات أو ما شابه ذلك لأن ذلك سوف يضور بشكل كبير في المصالح التركية ولا أعتقد أن تركيا يمكن أن تقوم بذلك دعينا نعطي مثالا كان قبل سنوات عندما جرم البرلمان الفرنسي الذين لا يعترفون بمجازر الأرمن كانت هناك ردود فعل ودم استدعاء السفير ولكن الأمر لم يأخذ بعدا أكثر من ذلك الآن في هذا الوضع ربما تركيا بحاجة مسة إلى دول الاتحاد الأوروبي كم تخشى برأيك أوروبا بعد قرار البرلمان الألماني اليوم من فتح تركيا لمعابر أمام اللاجئين إلى أوروبا سيد صالحة أولا أنا أتفق مع ضيفك أنه ينبغي أن يكون حذر هناك دقة في التعامل مع الملفات بين البلدين لكن بردين هي التي بدأت في تصعيد بهذا الشكل يعني كل هذا التصعيد توقيت التصعيد ظروف التصعيد لا مبرر لها في هذه الفترة طالما أننا نتحدث عن تقارب وليونة وتنصيق بين الجانبين من هنا أنا أصر على أن أنقرة سترد على برلين لأن الوقت هو وقت تنصيق ومع ذلك ذهبت الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني باتجاه آخر نقطة أهم من ذلك وهنا أجيب على السؤال ألمانيا حاولت أن تقول في هذا القرار أنها متمسكة بأن تكون وسيطة أو أن يكون هناك حوار مباشر بين ياريفان وأنقرة لكن قرار ألماني من هذا النوع يقطع الطريق على هذه الفرص بالنسبة لتركيا نقطة أهم من ذلك ألمانيا عام 1915 كانت حريف وشريك لتركيا في الحرب العالمية الأولى وتعرف كل هذه التفاصيل لأن تحمل شريك لها عبءا بهذا الشكل وتتجاهل قرارات محكمة العدل الأوروبية التي ترفض تجريم تركيا بهذا الشكل وهي ردت على قرار المحكمة السويسرية والفرنسية قبل سنوات شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالحة من اسطنبول والشكر الجزيل أيضا للبحث في الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي من باريس شكرا لكم